موسيقى كنت بتيبة عشان تطمن على راشد أنا كنت بي أطمن على راشد بس بنفس وقت هي أشوفك والله أنا بعد حيل كان بخاطري أشوفك بس كليش ما رح ينفعلها اليوم ولا باتشر اليوم أنا أدري ما ينفعلني أشوفك بس باتشرش حقي ما أشوفك راشد نفسي توايد تعبانة عشان أنا بعيدة عنه فقلت شدي يعني باتشر أكون طول يوم معه موسيقى 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 المترجم للقناة 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 ها مرزوك أشوف تقاعد بالبيت ما طلعت مو عوايدك ليش يا موت أبينا أطلع لأن أعرف السبب أنت لا الحين تفكر بريم يما الموضوع مو متل ما تصورينا أنا أنت تحبها بتحبها ولا الحين تفكر فيها لا تقص على نفسك وتقص علي حتى لو تخش هالشي هذا بقلبك بس نبين على عيونك أنت لا الحين تحبها مرزوك أنصحك لا تهين نفسك لأن المرأة ما تحب الريال اللي يهين نفسك حتى لو كان على شامه يما صدقيني أكبر غلطة أنا غلطتها يا مطلق تريام متحسف أنه ما انقلتش على رأسي أكبر غلطة بحياتي أنا زويتها راشد نام تصليتش مشكورة ولا لا وما قصرتي تعبناتش ويانا تصبحون على خير ريام عادة وصلتش عادة أنا مكلمة سايقية ياخدني بس إذا أنت تيب توديني ما عندي مشكلة إما أنا منتش تفضلك بحياتي برصبي بردرشة سوفيه بحياتي بس مرزوق طلع معها ريام إيه والدك صار سايق حقا ريام رح يوصلها البيت وأنت ش حقا ضايق خلقتش راشد راشد مرزوق للحين يفكر فيها ويحبها مو قادر ينساها والدك رح ينني تصبح على خير ريام ممكن سؤال الضيف اللي كان عنيش في البيت تعرفين أبين جوين علاقة تصبح على خير ريام 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 مانح أمشي منهني إلا ما تردين علي ريام بليز الضيف اللي كان عنيش في البيت بيني جوين علاقة رايحيني طبعا لا منزيل ممكن أعرف من هالضيف وليش يالي جو البيت تكفين عفوان وبصفتك شنو عشان أجاوب على كل هالأسئلة بصفتي ولدي عميش مرزوب أتمنى أنك تنساني أنسى أريام وعيش حياتك بعيد عني لأن أنا بحد قرر تنساك وعيش حياتي بعيد عني ترى التصرفات التي قاعد سويها كلها ما رح توصلنا حى النتيجة عن ذنبك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انا قلت لأعطيك أسرعة مارضة منه يدري يمكن بس تشعر أنها محتاجت لكم تتعيش معنا هنا على الأقل بدال قاداتها بروحها هذي ياسمين عرفها عدل وعيد عنيدة أنا أخذت صحيح على ياسمين قبل الله أبن حسن يروح يأخذ السيارة أنزين حبيبي أنا بنترك تحت شونتات شوية بقى أوكي هلا بلشار؟ ألو هلا ياسمين شانتش؟ أنا زينة قاعدة قاعدة طالع فيلم يضحك يوم شفت اسمك ستانست مو قاعدة سوي شيء قاعدة طالع فيلم يضحك إزيانا قولتش توا محسن يكلمني وبي أخذ سيارتك لأنه يقولوه شاري لشيها يعادي خليه يأخذها يعني أنت مو زعلانة؟ لا حبيبي مو زعلانة بخلي المفتاح عند الحارس وبأي وقت يأخذها من زين قوليلي أنت شلونة شخب عارج؟ أنا مباشر بروح الشغل وما راح أحتاج لا حق محسن ولا حق فلوسه ولا سيارته حبيبتي ياسمين شون يعني؟ أنت مصرة تعيشين بروحج أف يا حبيبي بشار لا تزعل أنا تشدي وايد مرتاحة خلاص أنا أخذها أنا أخذها أنا أخذها أنا أخذها أخذها ما أخذها كيف حالك يا ماما؟ لا، لأني مشكورة يلا روحينام. ماذا؟ ماذا هناك مناسبة؟ طبعاً هناك مناسبة. كل يوم نكون فيه مع بعض بالنسبة للمناسبة. وبعد اللحظة، اللحظة، اللحظة. تفضل؟ ارتاح. ملقتي؟ تفضل؟ ماذا فعلت؟ أنا بصراحة قلت بما أن صار لك كم يوم نفسيتك تعبانة، أعزمك على عشاب بيتنا، وبوجود ولدنا الليل حموة سمينا. مشكورة، لا تقسرين. ماذا يعرفون التفضل؟ أنا بالنسبة لي، أتأسضّ ... ty عج كنت تحرك مرة ثانية صج والله عبالي كينيت ها؟ لا بالعاقس شويت عاد تدري عندي حساس واحد كبير ان رح يطلع شبيهك وانت تبين يشبهني؟ ما بي بس يشبهك ابي كون نسخة منك يعني ابي صر عندي اثنين بشار عشان لغة واحد الثاني يكون موجود صدقينتي وعيد طيبة اوكي شكرا على المجاملة انا ما اقعد جاملك بالعكس لما اقعد معاج وصولي احس ان انتي اطيب انسانك بطني وانت اغلى انسان عندي بشار تدري منه ممكن اللي احبه اكثر منك ولدك اللي ناطرته فارغ الصبر عسى الله يخليك لي موسيقى هذا الفيتي معاي بالطعم باتشا راح اشوفه وستلا شفيه مهم! هل هناك نطالع نطالع أكل مجرد؟ لا، نتعشى. يلا. أريدك تأكل، و تقول لي رائك؟ إن شاء الله. الله! مجرد؟ هل تأكل؟ مجرد، لكن مجرد بارد. أمي كثير ما سولت؟ أمي بارد، أليس بارد؟ هههههه! حافظ! أكيد أنت محباً صج، لماذا لديك شك بتباقي؟ لا، لديك شك بشار، أين تبحث؟ لماذا لا تريد؟ لو سمحت، أول ما يصير عندك مجال، كلمني وعلى جميع الأحوال باتشر لازم نشوف الضروري وإذا تقدر تأخذ استئذان أول ما توصل للدوام يكون أحسن بشار تأعبت وانا فكر باسم الياهل شو نسمي؟ ما في اسم بالتش كلش لا اذا طلع معاها تشي قولي لي شني يعني مالح تساعدني؟ بلا اذا طلع معاي شي قولي لي خلاص اتفقنا مباراتك مبولة وايد؟ ايتا وديكي 13 مم ماشي بشر صباح على خير جمناه ممتاز 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 لا أحداك، بساكر أنا، أعطني الشويتش المدامي ياسمين فوق، هل ستطعليه لحدا؟ لا لا، ليس ضروري ها؟ ليس ضروري، أين السيارة؟ السيارة مبوية تحت في البوركن يالله مع السلامة ها؟ مع السلامة، مع السلامة مع السلامة هلا مدامي ياسمين هلا محمود صباح وخير هلا قلت حدرتك وخد مفتح السيارة وفتحت في البوركن ايه قدري وانتي مش عزة تشوفيه؟ انا ويام التطلقين، ليش بالله أشوفها؟ آه، عشان كده مش عزة تشوفيه ولا تقابليه بس ليه أخد منك مفتح السيارة؟ أقول، أنا رايحة شغلي وترى أنا ما حب هلسئلة لا تسألني ياها مرة ثانية محمود ها؟ أنا ما حب هلسئلة لا تسألني ياها مرة ثانية محمود أنا عاسف يا مدام، خلاص، أنا عاسف بس عاوز أتمن عليكي صدق ها؟ 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 على بالك تهمني السيارة؟ أي مشوار بروح لها، اروح لها على ريولي، شنو يعني؟ ها؟ بشار شغلتني عليك ليش ما ترد موسيقى أنت وينك أنا من أمسا كلمك أنت ما ترد موت ولا صار لك شفيك أريام أنا ما في ولا سبب بالدنيا يخليك ما ترد علي على الأقل رد قول شي بس هتحملني تشذي تدري أنا من أمسا اليوم صرت مينونة بسبتك أريام أنا عاصف أنت وين الحين أنا غي المكتب أوكي استأذن من الشغل لأن أنا أبي أشوفك ضروري بس يمكن ما أقدر أستأذن بشار لا تخليني أعصب دعا أقول لك استأذنة بي أشوفك تدري شلون؟ أنا بقوم أبدل الحين وبأطلع بي الكوفي شوف بالليام الشغل لا تتأخر وين صغير هذا بالضبط خلاص خلال الثلاثة أوكي باي موسيقى كان زين تميتي ذكرى حلوة دورك مرة ثانية في حياتي عفاس لكياني الإنسان موسيقى موسيقى كل هذا نحن بيت يعني صار ليومين ادق عليك انت ما ترد ممكن اعرف شنو مشكلتك الشايران قاد حانش يفرد علي ما علي ريام انا اليومين مريت بظلوف ويت صعب تدري عاد يعني بيين على ويك لما تشدك واضح عليك انت مو قادر تحدد موقفك بخصوص علاقتنا صح صح شوف انت تحبني انا هاشي متأكدة مننا وما تبي تخسرني بس هما بنفس الوقت ما تبي تخسر زاجتك ام ودك بالضبط هذا اللي صاير معايا نزانوا هاشي اللي ما انت بيستمر يعني شهر شهرين سنة سنتين خمس خلع عرض انا اقول يعني خلنا اجي الموضوع لبعد الولادة بعد الولادة الوضع يختلف لاتحاتين بشار انا هديت ولدي وبيتي وزوجي حتى الثروة اللي بوي خلاها لي تنازلت عنها حق عمي ومو متحسفة على هالشي كل هذا سويت عشانك انا ادري ان انت ما وعتني بشي بس انا من داخني متأكدة انت تبيني مثل ما انا اديك وانو عمري ما تخيلت ان اي يوم انت تتخلى عني وانا ما راح اتخلى عنك علي شنو تسمي اللي انت قاعد تقولها انت الحنت تبين امطل لما زوجتك تولد وعوقب ما تولد بتقولي نطل لما والديك بار صردقني اذا انت بداخلك خوف عمرك ما راح تاخد قرار وبقعد انا امطرك طول عمري انا عرف دانا عدل ما راح تتحمل الصدمة مريام صدقيني دانا انسانا وايض ضيبة لدرجة ما تتخيلينها يعني اي حلمة تنشنو حلمة بس تبيني انا اكون معاها ما تبيش انتا انتا تحبها لا تطالع اني تشذيه قاعد اسألك جاوب انتا تحب زوجتك صدقيني اريام من اتزوجتك كلمة احبك مقتلها اريام انتا حبيبتي انتا حب الوحيد ما فكر بحد غيرتك هو كل الموضوع ان انا ما بس طمع ما بيتشرحها خصوصا ايه طول عمرها ما تشرحتني بشي اوكي يعني انتا الحين تبت تفهمني انك انتا متمسك فيها بس علشان ان اهي طيبة وزينة معاك وكانت وايد مثالية معاك بس ايه صح انا اتمنى يعني تغادرين موقفي وتعطيني وقت بس عشان اتصرف ما بي شي تاني تطلبين شي ايه صحيح ايه صحيح ايه صحيح ايه صحيح ايه صحيح انا اول يوم دوم عندي بسيطة. أبي تهم وانتي بالصالون تقعدين مع الزباين تسولفين معاهم وتشوفينهم شون يابون. أبي زبونة وإهي داخل الصالون أتحس بالألفة محبة. أوكي فهمت. وباتر ان شاء الله رح أقدم أوراقك وان شاء الله يمشور جدعم العمالة. مشكورة مساهير ما قصرتها. ما تدري انتي شكثر أنقذتيني. على الفلوس اللي معاي يلا تكفي آخر الشهر. مشكورة. حبيبتي يلا بعد يدنك. إيصاير مع تريام. أول ما كلمتيني هي تلش على طول. تعرفين دانا مرت بشار؟ شفتها مرة واحدة لما تزوجت بشار. حضرت عرصة وأنا وبوبادر مجوعة من الزملاء. بس الكلام من قبل شم سنة؟ تعرفين أحد قريب منها؟ لا الصراحة ما أعرف. بس ما قلت لي ليش؟ أبي أتعرف على الملاك الطاهر التي تزوجها بشار. الظاهر إنها مسبت لش عقدة. أنا متأكدة أن أقص عليك. لأن ما في ولا واحدة بالمواصفات اللي في بالها. عشان شذي أنا أبي أكشفها بأي طريقة. زين إذا الموضوع وادي همتش. أنا أقدر اقتراح عليك اقتراح. اقتراح شنو؟ في شخص يقدر يمعلج المعلومات اللي تبينها عنها. تكفي النوال. بدكونين شذي خدمتيني خدمة العمر. بس من هالشخص؟ شوفي. الريال هذا يصير لنا. كان عايش بأمريكا ويشتغل مكتب تحريات. صار لها سنتين ثلاثة رادة ديرات. إي بس أنت عرفت يا أنا شنو أبي؟ أكيد فهمتش. ولا تشغلين بالك. رح يعرف لك المعلومات عنها من يوم من ولدت لليوم. إي بس يعني أنا بمعلومات تكون معلومات دقيقة عن الأشياء السيئة اللي في حياتها. يعني معلومات إذا بشار عرفها ممكن يكرهها. فهمت اللي تبينها حبيبتي. من أول ما قلتي اللي تبين تستعرفين على ملاك الطاهر عرفت شنو غصدك. واي بعد عمري نوال. صج أنا كان عندي حساس أن أنت الوحيدة اللي رح يساعدين. وظن الفيتش ما خاب. وترى ها الريال أي مبلغ يطلبه أنا موافقة عادي. أوكي؟ إن لمساعدة قد يرحج على الغرفة. أنا محطة أتعودة. يلي متعودة تتعودين بالغرفة طول الوقت؟ أهي؟ الزين الشي تسويين؟ أتتعرف عن الأشياء من الوقت يقرأ الفيديو. أهي؟ نحن الرجل للأشياء تتسلم فيهم؟ أنا أحب الغصص الخيال العلمي خلاص عيال، كل القصص اللي بيبهم رح يكونون الخيال العلمي تشفي الحين أبوش ناطرنا تحت عشان تغدى مع بعض وعقوبة هني قاعد نتكلم شوي أبوش أول ما قالي أن أنت بتين تعيشين معانا أنا كالخاطري أقعد معاش وأتعرف عليك أكثر إن شاء الله أنت على طول كذي هادية؟ إيه أنا تشي على طول ها حبيبي، كيف تريد أنت بجر؟ أي أستاذنت من دوام لماذا لديك شيء؟ لا 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 تحتاجين سيني اسمعني، أعترف لك اعتراف خطير شون الاعتراف؟ شوف أنا بقول لك قبل لا تسمع من أحد ثاني بيقولي؟ أختك ياسمين شتغل بصالون مسوهير؟ صراحة أنا أول ما شفتها تفاجأت بس بعدين لما سألتها دريت أن هي توظفت عندها هالبنت أنا ما شفت تعند منها لا أنا شفت منو تقصدي؟